بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكم عاملين ايه اهلا بيكم في قناتي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما وعدتكم هنعمل كزا وصفة للارنبيط عملنا قبل كده الارنبيط المبشور كان جميل جدا والنهاردة ان شاء الله هنعمل طاجن الارنبيط باللحمة المفهومة فكرة جديدة طعمها جميل جدا وسهلة وسريعة مناسب للغدا او للعشا ومكوناتها موجودة في كل بيت ومغزية جدا يلا بينا هنبدأ على طول اول حاجة عندي الارنبيطة حوالي من ربعمائة لخمسمائة جرام وطبعا تنقيها نظيفة وطازة وهتبدأي بقى تقطعيها المراتي بقى هنقطعها اه قطع كبيرة شوية علشان نقدر نعمل بيها الطاجن وهتشير لو فيها اي حاجة سودة كده او حاجة مدايقة تشيريها ويتقطعيهم لقطع متوسطة متخلهم شي كبرقوي ولا صغيرين وخطوة مهمة بعد كده هغمرهم بالمية وهزود عليهم علاقتين كبار من الخل وهسيبهم عشر دقايق علشان يتعقموا وعلشان لو فيه اي ترابة ولا اي حاجة تنزل في المي وبينزل على فكرة ما تقولوش ان الارنبيط نضيف ومش محتاج الحاجات دي لا هو بينزل وبيحتاج فعلا لازم يتنع هسيبهم واروح بقى اعمل اللحمة المفرومة عندي طاصة على النار فيها معلقتين سمنة وهنزل ببصلة متوسطة متقطعة طبعا وهشوحها دقيقتين كده وهنزل بعد كده باللحمة المفرومة اللحمة المفرومة هنا حوالي خمسمائة جرام او ربعمائة جرام وهبدأ اعصاجها لحد ما يبقى لونها بني فاتح زي كده وهنزل بعد كده بمعلاقة طوم مفروم وشوية فلفل اخضر مفرومين او متقطعين وهقلبهم برضو دقيقتين كده وهبدأ بعد كده انزل بي عصار طمطميتين هنزل كمان بمعلاقتين من السلسة علشان تدعم اللون وتدعم الطعم طبعا وبعد كده هنزل بالبهارات عندي فلفل سود على كسبرة على كامون وكمان ملح حوالي معلقة كبيرة من الملح اقلبهم ووطي النار واسيبهم لحد ما يتسبقوا مع بعض شوي هروح بعد كده للارنبيت تاني خلاص عدة العشر دهاية هبدأ بقى اصفيهم عاو زوريكو جوه المية فيها فعلا عفرة في تراب بس مش باين قوي في الكاميرا فلازم الخطوة دي يا جماعة وعندي حلة على النار عشان ابدأ اسلق الارنبيت مية بتغلي عليها شوية ملح وكمون الكمون مهم علشان بيطلع الغازات اللي بتتعب البطن اللي في الارنبيت وكمان الريحة اللي مش حلوة في الارنبيت بيشيلها وبيدي ناكهة حلوة وهننزل بقى بالارنبيت ومجرد ما تبدأ المية تغلي تاني هسيبهم من سبع لعشر دقايق يغلو فيها على نار متوسطة تمام؟ من سبع لعشر دقايق يغلو على نار متوسطة وهبدأ بعد كده اصفيها في الوقت ده كانت اللحمة تسبكت خلاص وجهزت معانا ما تخلاش يسبك قوي عايزين فيها شوية سوس علشان لسه هتدخل الفرن مع الارنبيت خلاص هنا كل حاجة جهزت هبدأ بقى اجيب الطاجن اللي هعمل فيه اي نوع عندك فخار او ايزاز زي كده بيركس يعني او حتى الامنيوم مش مشكلة اي حاجة ده الحجم المتوسط ده قالب متوسط وهتدهنيه بحبة زيت او حبة سمنة ده الارنبيت بعد ما سلقته طبعا صفيته لازم وهبدأ بقى ارس الارنبيت كده بالشكل ده هوزحهم في الطاجن طبعا في الوقت ده تكوني مشغالة الفرن على درجة حرارة 180 عشان يبدأ يسخن معاك وهرش عليهم الخضرة الخضرة بتدي ناكها جميلة جدا هي طبعا بقى دونس وكسبرة وهنزل بقى باللحمة اغطي بيها الارنبيت خالص خلاص كده تمام وهبدأ بقى انزل بي الجبنة الجبنة المزارلة واو لو عند الجبنة شيدر بس ههم حاجة جبنة مزارلة جميلة جدا 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 بجد الطاجن ده هيعجبكو وهيغير فكرتكو خالص عن الارنبيت وخلاص كده بقى جاهز عندنا يدخل الفرن على طول ومش هنضف له اي حاجة اي سوايل يعني تانية مية او شربة هي الارنبيطة هتنزل مية جوه الفرن وهتستيوه تبقى تمام طبعا الفرن 180 الرف الاوسط هياخد معاك من 20 ل 30 دقيقة وبعد كده تشغل الشوايا عشان تاخد لون جميل وخلاص كده خلصنا واخر جمال ريحة وطعم هيل جدا هيعجبكو واحلى طاجن ارنبيط باللحمة المفهروم طعمها جميل جدا ويتغيير كمان عن النمط المعتاد للارنبيط ده من بنقلي لا جربوها المرة دي كطواجن او جربوها كمان بالوصفة اللي عملتها قبل كده هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو وهوريكم من جوه شكلها ازاي شايفين المية اللي منزلها قد ايه عشان كده بقول لكم مش محتاجة انت تضيف لها اي حاجة شوفوا بقى الجمال والريحة هيلة جدا مع طبعا عيش ونخلل وعيش حياتك بقى احلى اكلة بجد اتمنى تجربوها وتعجبكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان وصلكم اشعارات بوصفاتي جديدة وعايزين لايكات كتير عشان الفيديو ترابع وناس كتير تشوفوا كنت معاكم سحر ابو القاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة